زيارة هامة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت إذن العلاقات المصرية الكويتية مرت بمحطات تاريخية عديدة بدأت من منتصف القرن التاسع عشر واستمرت حتى الآن دعم وترابط تلك صفات تتميز بها العلاقات المصرية الكويتية التي شهدت محطات مهمة محفورة في سكل التاريخ وذاكرة شعبيهما وتأكيداً لهذه الحقيقة تأتي زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في هذا التوقيت المهم حيث تشهد المنطقة تطورات وأحدث متلاحقة تتطلب مزيداً من التعاون والتلاحم والتنسيق حول مختلف القضايا وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب لما تمثله من تهديد للمنطقة ككل العلاقات المصرية الكويتية تميزت بتنام مضطرد فعلى المستوى السياسي تأسست اللجنة العليا المشتركة عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة كما كانت الكويت في مقدمة الدول العربية التي سارعت إلى تأييد التطورات السياسية في مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو علاقة بأن الشعب المصر والشعب الكويتي ليها خصوصية وعلى الصعيد الاقتصادي شهد عام 1964 توقيع أول اتفاقية تجارية بين مصر والكويت تلهو عقد اتفاقات أخرى شملت التعاون العلمي والفنية والزراعي والصناعي وصولا إلى التعاون في مجال النفط والغاز كما تحتل الاستثمارات الكويتية المركز الثالث من حكم الاستثمارات الأجنبية في مصر مع بلوغها 15 مليار دولار ولعل أبرز أوقه التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت كانت خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ حيث قدم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر دعما كبيرا لخطة التنمية في مصر الإصلاحات الجارية في مصر حاليا إيجابية وتبعث على التفاؤل دليل آخر على ذلك التقدم مصر والكويت بلدان تشار كادم الشهداء في الماضي وحاليا يتقسمان الأمل نحو مستقبل أفضل وصد تحديات عاصفة وأزمات إقليمية تهدد المنطقة بأسرها